الدكتور أحمد عبد بن دغر مستشاراً لرئيس الجمهورية أربعة أعوام وشهرين مضت على تعيينه في هذا المنصب ومضى عام على إقالته من منصب رئيس الحكومة الذي تبوأه في فترة مضطربة من تاريخ البلاد كان يمكن لتعيين كهذا أن يمر مرور الكرام لو لا أنه يأتي على خلفية علاقة دراماتيكية بين رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه السابق ومستشاره الحالي الدكتور أحمد عبد بن دغر الذي أظهر إخلاصاً وتفانياً في خدمة الجمهورية ليجد نفسه مقالاً ومحالاً للتحقيق في الخامس عشر من أكتوبر 2018 دون مخالفة ثابتة أو إجراء عملياً يترجم هذا القرار علم الجميع حينها أن رئيس الوزراء إنما يدفع ثمن موقفه الصلب الذي وضع الإمارات في مأزق لا سابق له واضطرها للذهاب إلى الأمم المتحدة لتؤكد للمجتمع الدولي احترامها الكامل للسيادة اليمنية وعدم وجود أطمع لها في محافظة أرخبيل سقطرة جاء ذلك بعد أن شهدت جزيرة سقطرة كبرى جزر المحافظة إنزالاً عسكرياً إماراتياً في الأول من شهر مايو 2018 مدفوعاً بغضب من الزيارة الثانية من نوعها لرئيس الوزراء أحمد عبد بن دغر خلال عامين إلى أرخبيل سقطرة سبب ذلك الغضب أن الإمارات كانت قد اتخذت كل الإجراءات لإلحاق هذا الأرخبيل بقائمة الأحلام الإمبراطورية لولي عهد أبوظبي أفرغت الإمارات حينها كلما بجعبتها من المواقف المنفلتة على خلفية هذه الزيارة إلى حد بلغ بشخصية نسائية مقربة من البيت الحاكم في أبوظبي إلى إبداء الاستغراب من زيارة رئيس الوزراء لما يفترض أنه جزء من جغرافية بلاده التي يصونها الدستور وتقر بها المواثق الدولية حينها كان رئيس الوزراء يصدر عن موقف مشترك مع الرئيس هادي فيما يخص عدم المساومة على أرخبيل سقطرة وعلى أي جزء آخر من الجغرافية اليمنية لكن ما أثار استغراب اليمنيين ما أقدم عليه الرئيس بعد خمسة أشهر حينما أقال رئيس وزرائه فهم الجميع أنذاك أن هذه الإقالة جزء من صفقة أذارتها أبوظبي والرياضة وأعادت من خلالها رسم الخطوط الحمر أمام رجال الشرعية فيما يخص التعاطي مع دولتين التحالف التي أعادت التموضع في البلاد كقوتين نفوذ متحرر من أي قيود تجاه الدولة اليمنية وسلطتها الشرعية ينظر العديد من المراقبين لتعييم بن دغر مستشارا للرئيس باعتباره مؤشر على تبدل اللافت في المواقف وعلى تغيير لا يمكن إنكاره في خارطة النفوذ والتأثير في ضوء تراجع النفوذ العسكري للإمارات الذي سقط سقوطا مدويا إثر الضربة الجوية على قوات الجيش الوطني في مشارف عدن